إلى الجوف حيث قال أركان المنطقة السادسة قائد اللواء 101 العميد محمد بن راسقة قال إن قوات الجيش أفشلت هجمات للميليشيا في مواقع الشهلاء في جبهة الريان وأدمرت وأحرقت أطقبها بعد أن أوقعت العناصر مهاجمة بين قتيل وجريح وأسير هنا في مواقع الشهلاء أراد الحوثيين أن يكتحموا هذه المواقع لكنهم وجدوا فوق الجبال جبال أبطال لم يستطيعوا أن يزيحوهم بل أحرقوهم كما رأيتم وأنهوا أطقمهم بل وأخذوا سلاحهم وأخذوا بعضهم أسرى والبقية منهم لاذوا بالفرار وهناك عشرات القتلى أخذهم العدو ويجر ذيال الخيبة والهزيمة وأكبر دليل أنهم مهزومين تجوا لنا في هذه المواقع اليوم بأريحية تامة هذا ودع العميد بن راسيا المواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا إلى الحفاظ على أبنائهم وعدم الزج بهم في جبهات القتال حتى لا يكون مصيرهم كمصير من سبقوهم وحملتهم وحولتهم عفوا قوات الجيش إلى أشلاء ممزقة في الشعاب والوديان سألتنا إلى أهلنا وأبنائنا في المحافظات المسيطرة عليها الميليشيات أن أبنائكم سيكون مصيرهم مثل مصير هؤلاء الذين أمامكم لماذا تتركوا أبنائكم لزج بهم السيد من أجل مشروعة ومشروع حسن إرلو ومشاريع الضيقة التي لن يقبلها اليمن ولن يقبلها أبناء اليمن بإذن الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة